بعد سبع محاولات فاشلة جيش الاحتلال يؤكد رسميا اغتيال محمد الضيف قائد كتائب القسام بعد ثلاثة أسابيع من استهدافه في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة الغارة الوحشية التي شنها جيش الاحتلال مستهدفا الضيف في الثالث عشر من يوليو الماضي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات النازحين الفلسطينيين إلى جانب رافع سلامة قائد لواء خانيونس في كتائب القسام الذي كان يرافق الضيف وقتها وفقا للرواية الإسرائيلية جاء تأكيد نجاح عملية اغتيال الضيف عقب يوم واحد فقط من اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في هجوم بالعاصمة الإيرانية تهران الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس الرجل الأول على رأس قائمة المطلوبين من إسرائيل إذ تتهمه بأنه العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر نجى الضيف من سبع محاولات لاغتياله قبل أن تكتب مجزرة الثالث عشر من نيليو نهايته بحسب بيان الجيش الإسرائيلي الذي يتهمه بأنه وراء مقتل عشرات الإسرائيليين في تبجيرات انتحارية جيش الاحتلال توعد في حرب غزة منذ يومها الأول بالقضاء على حماس حركة وقادة ليبدأ حرب إبادة أدت إلى استشهاد ما يقرب من أربعين ألف فلسطيني ليحول جل منشآت القطع إلى أنقاض وسط معاناة للحصول على أدنى مقومات الحياة الأساسية من ماء وغذاء ليصبح القطاع مكانا غير صالح للحياة